اشتركوا في القناة حيث تم رصد تجمعات مياه الامطار في بعض الشوارع وتم التعامل معها بشكل فوري من قبل الفريق الامطار وتفقد الوزير خلال جولته الميدانية كل من شارع ولي العهد وشارع القدس وشارع المثاق الوطني وشارع أم النعسان وشارع الزلاق بالإضافة إلى منطقة اللوزي في المحافظة الشمالية مؤكدا أن فريق طوارئ الامطار يعمل بكامل قدرته منذ اللحظات الأولى لهطول الامطار للحفاظ على انسيابية الطرق وسلامة الحركة المرورية وذلك من خلال شفط تجمعات مياه الامطار في تلك الشوارع الرئيسية كونها تمثل شريان الحركة المرورية بين مختلف مناطق المملكة هذا وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات باستمرار تأثر المملكة بالأجواء الباردة مع أمطار رعدية أحيانا وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيط والحذر نظرا لتساقط الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان مع التنويه لأن غرفة العمليات تتلقى البلاغات على مدار الساعة هذا وتواصل فرق طوارئ الامطار في وزارة شؤون البلديات والزراعة أعمال شفط جمعات مياه الأمطار في المناطق والأحياء الداخلية على مدار الساعة بالتنسيق مع إدارات وزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر